يحبب الله نكتبلك هاد الاشياء اللي وقعات من البداية بالتفصيل باش تتاكد من صحة التعليم اللي سمعتي في زمان قصر الكبير اللي احكم على دولة روما كان هيرودوس هو السلطان على بلاد اسمها اليهودية ارسل الله تعالى الملك جبريل العضراء مريم في قرية الناصرة اتخفيش يا مريم انك تلقيت نعمة عند الله تحملي وتولدي ولد سميه عيسى المخلص كيفاش هذا انا عدرة روح الله اللي هو روح القدس ينزل عليك لهذا الصابي اللي تولديه يتسمى ابن الله ومشات مريم عند قريبتها اليسابات ساكنة في قرية يهودية وحتى هي حاملة معجزة امر الله ايه اللي صابت مريم حديثتي مريم انتي مباركة بين كل النساء ايه اللي فى بطنك مبارك لما سلمت علي يا بنتي فرحة كبيرة تحرك الولد فى كرشي روحي تحمد الرب الهى وقلب يلقى البهجة عند الرب مخلص من الان كل الاجيال تعتبرني سعيدة بين النساء موسيقى يا سكان الناصرة لازم تعرفوا باللي قيصر الكبير اعطى امر باش يتسجل كل سكان المدن اللي هي تحت حكمه لازم على كل سكان الجليل واليهودية يمشوا يتسجلوا فى بلاد جدودهم موسيقى ومشى يوسف مع مريم لبلاد جدودهم باش يتسجلوا لكن لما وصلوا مالقاوش مكان يباتوا فى ولزم عليهم يباتوا وصل حيوانات موسيقى وكان فى ذاك المنطقى سراح يعسوا على اللغن فى الليل واضهر ليهم لك الرب ومجد الله ضوى عليهم هاد الليلة فى مدينة داود تود لكم المخلص المسيح موسيقى 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 ميقى وجرى السراح باش يشوفوا المولود الي كان راقد على التبن وكانوا هم اللولين اللين نشروا هذا الخبر المفرح موسيقى موسيقى وبعد اسبوع وصل وقت اختانا وسمى الطفل عيسى اللي معناها المخلص ودوه المدينة القدس باش يقدموه امام الرب وكان هناك رجل تقي اسمه سمعان خبرو روح الله باللي مايموتشي حتى يشوف المسيح قال يا ربي تقدر تخليني نموت في اسلام كما خبرتني في سابق لان عيني شايفت المخلص هذا الطفل اللي اختاره الله بين كل الناس الله يجعل باركتو عليكم وبعد ما كملوا كل ما اتطلبوا شريعة النبي موسى خرجوا من القدس ورجعوا للمدينة الناصرة ولما كبر عيسى وصار عمره 12 سنة طلع به يوسف ومريم لمدينة القدس باش يحتفلوا بعيد الفسحة بتاعهم لكن ملي رجعوا من القدس ما كانوا عارفين ان عيسى بقاوراهم لهذا السبب رجعوا باشي فتشعليه وفي اليوم الثالث القاوا في المجمع قاعد مع الشيوخ يسمعهم ويسألهم في الامور الالهية لين جاهد تخلت كيلي كاترح هات السؤالات هو مناصرة حسبنا عجمعنا عضروه على حمسه كل الناس اللي يسمعوه تعجبوا من كلامه يوليدي علش ترتبين هاتشي انا وابوك تقلقنا وقعدنا نفتشو عليك علش تفتشو عليك ماركتوش باللي لازم نتولى بومور بويا ومشاعي سنعاهم للناصرة كان يكبر في الحكمة والنعمة امام الله وقدم الناس اشتركوا في القناة وفي عام 15 من حكم قيصر تباريوس كان بلاطس يحكم على اليهودية وهيرودوس يحكم على الجليل وحنان وقيافة كانوا اكبر الفقهاء في ذاك العهد ونزلت كلمة الله على يحي بن زكريا في الصحراء وامشى في كل الاماكن لقريبة من واد الاردن وكان يبشر الناس بالتوبة لمغفرة الذنوب توبوا بعدوا على الشر تعالوا وتغطوا في الماء والله تعالى يغطر ذنوبكم كما هو مكتوب في القديم في نبوة النبي اشعيا صوت ينادي بالقوة في الصحراء حضروا الطريق للرب الهنا جعلوا طرقه مستقيمة كل واد غدي تعمل وكل جبل كمكان غدي تستح وكل طرق اللي هي معوجة باتي تولي كلها مستقيمة والمحفرة تصبح صحيحة وكل بسر يشوك لزد الله ياش خصنا نعملو ياش خصنا نعملو ياش خصنا نعملو ياش خصنا نعملو ياش خصنا نجيرو واش خصنا نعملو اللي عندو تنين من الباس لازم يعطي واحد للي ما عندوش واللي عندو ما ياكل لازم يقسموه سيدي احنا موظفي الدرايب اش يلزمنا نعملو مطلبوس اكتر مما يلزم احنا العسكر قولنا واش نديرو ما تاخدوش ارزق الناس بالقوة وما تشهدوش سهدت الزور واقتنعو السهرية متاعكم قولنا واش نديرو والمسيح انا نغطسكم في الماء ويجي اللي اقوى مني وانا مستهل محل خيوط ثباتو هو يغسسكم في الروح القدوس يفرز القمح لانتذن ويجمعوه في الخزين موسيقى 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 ونزل الروح القدس على سيدنا عيصة في صف حمامة موسيقى وجاسوت من السماء يقول انت هو ابن العزيز وبيق قلبي يفرح موسيقى كان في عمر سيدنا عيصة تقريبا ثلاثين سنة من اللي بدأ يبشر الناس وارجع من واد الأردن معمر بالروح القدس اللي اداه اللي اخلى وتماك جرب الشيطان مدة اربعين يوم طول هاد المدة ما كالولو موسيقى 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 وقال له الشيطان اذا كنت انتهى ابن الله قل هاد الحجرة يرجع خبز كتوب مش بالخبز واحد يعيش الانسان لكن بكل كلمة من الرب وبعد هذا الداه الشيطان المكان عالي والرافض قيقه واحدة كل ممالك الدنيا كلك القدرة كل خيرات هاد الدنيا كل هاد الاشياء تعطيت لي وانا نعطيها لمن نحب اذا شجدت لي كل هاد الاشياء تكون ليك مكتوب ما تشجد غير لله وما تعبد غيره هو وحده ومن بعد وصل به الشيطان في مدينة القدس وحطوا فوق ثقاف المعبد اذا كنت انتهى ابن الله ارمين في سكل تحت انه مكتوب عند الله يعمر ملاككا ديولو باش يحفظوك ومكتوب تاني يلقي ويديهم باش رجليك ما تعتنش على الحجر مكتوب ما تجردش الرب الهك حتى مرة ورجع سيدنا عيصى للناصرة في الكبر اهلا اهلا وفي يوم السبت اللي هو يوم الراح حدخل سيدنا عيصى للمجمع كما العادة وطلبوا منه الشيوخ بشقر ايات من كتاب بالنبي يشعيه روح الله الله علي اختارني باش نبشر للمساكين بالخير وبعثني باش نحرر المكتفين ونفتحيون العميان باش نعطي الحرية للمظلومين ونخبر بأن الوقت وصل باش نجي الله كل الناس يتكلم بالحق كلام اللي قرأتوا عليكم تحقق اليوم وانتم تسمعوه تحقق اليوم؟ ما كان غير المسيح وحدون اللي يقدر يحقق هاتشي كيفاش نعافوه هذا بلا شك تعطيولي هذا المثل يا طبيب دابي راسك ودي تقولولي دير هنا في بلادي اللي اسمعناه قدرته في كفر نحوم اسمع الحق حتى نبي ما مقبول في بلادينا بهذا الكلام عرف سيدنا عيسى نفسه بلا هو المسيح المختار من الله وجابشنشن ام ديالو لكن اليهود ما قبلوش بالله هو المسيح وخرجوا من المدينة وبغاورميوه من فوق جبل لكن هو خرج من وسطه ممشى وجايل كفر نحوم مدينة في الجليل وفي ذاك الوقت كان الاستعمار الروماني في كل مكان كان كل الناس يتمنوا مجيء المسيح باش حرروا من هاد الباطل سلام عليكم وعليك السلامة سيديد نقدر نركب في فلوكتك يا سمعان ايا تفضل هش باغي يمشعلينا علمنا طانعانا علمنا سكتوب دورك يتكلم واحد النهار دخلوا رجولين للمجمع باش يصليوه واحد شيخ المجمع والاخر مفتش ذرايب ودخل شيخ المجمع وبدأ يصلي في قلبه يا رب نشكرك على قاطر انا مشكي في الاخرين السراق الظلمين ولي يزميوه ومشكرك على اني مش كيف مفتش ذرايب نسوم مرتين في الاسبوع ونعطي لعشهور من رزقي لكن مفتش ذرايب ومقدرش يقبع عينيه اسماه كان يضرب على صدره ويقول حامني يا سيدي ربي انا المذنب اسمع الحق هذا الراجل راجع لداره وقلبه صافي قدام الله لان كل اللي يكبر نفسه لازموا يتصغر واللي يصغر نفسه الله يكبروا ايضا اديوا فلوكتكم الهيه في العمر ورميوا شباككم للصيد يا سيدي ورا خدمنا الليل كله وما الصيد نوله لان كل الليل كله سوف يتصغرون الشباك يا سيدي يا سيدي احياء موسيقى 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 ما تغرقوش لبنوك موسيقى انا رجل مدنيب ما تخافش من اليوم تعد تجيب الناس لي رضوا بالكم واسمعوا مليح اجيوا لي وتحياوا اطلبوا الرب مدام هو موجود ادعيوه مدام هو قريب اللي عمل الشر بعد عليه واللي ما يسواش يبدل افكاره ويرجع لله اللي يرحمه ويغفر له كل ذنوب بخرجكم من الحزن بفرحكم ويديكم في طريق السلامة سيدنا عيسى سيدنا عيسى سيدنا عيسى ها هو الشي يشوفوه يا سيدنا عيسى حن عليا فانتي ما عندي غير هي وراها تموت عمرها 12 سنة ارحمها من فضلك اجي معايا يا خويا هدي نفسك يا سيدنا عيسى ما تستعبش سيدنا عيسى ما تخافش غير امن وراها تحيا ما تبكيوش بنتكم ماما تيتش هي راقدة يا طفلة قومي اه 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 ما تخبروا حتى واحد بهذا الشي اللي حسن ومن بعد شف سيدنا عيسى جمع الضرائد باسمه متا قاعد قدان باب الجمارك اتبعني 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 انهم تقينه وقعد هناك اتبعني واه اتبعني 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 وبعد ما طلع النهار عيط على أصحابه واختار منهم 12 باش يكونوا خدامين معاه في تبشير وسماهم الرسل السمعان اللي سماه بطرس اندراوس وهو أخ بطرس يعقوب ويحيا فليبوس وبرت الماوس متة وتومة يعقوب بن حلفة واسمعان المعروب الوطني ويهود أخو يعقوب ويهود الأسخريوطي اللي خدع المسيح من بات ويهود الأسخريوطي اللي خدع المعروب الوطني 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 أخاطر هكذا جودهم كانوا يعملوا بالأنبياء ويهود الأسخريوطي اللي خدع المعروب الوطني 17 18 19 19 20 20 هذا ما عندي كيفاش هذا الكل عندك ولكم يا الأغنية الآن لأنكم القيت وساعدتكم محبشي صباح غاني هذا ما بول ويلكم يلي تضحكوا الان يجي اليوم اللي تبكيوا فيه ويلكم إذا تكلموا عليكم بالخير لأن هكذا جدودهم داروا بالأنبياء الكذابين لكن نقول لكم أنتم السمعين حبوا عديانكم باركوا اللي يلعنوكم ودعيوا بالخير كل الناس اللي يظلموكم ولي يضربك على الخد الأيمن أعطيه الخد الأيسر ولي يخذلك برنوسك يخليه يأخذ حتى قمشتك ولي يطلب منك حاجة أعطيه ولي يخذب منك حاجة ما تطلبهاش منه تعاملوا مع الناس كيف ما تحبوهم يتعاملوا معكم إذا حبيتوا غير اللي يحبوكم واش من مزية عندكم حتى المظنبين يحبوا اللي يحبوهم ولا درتوا الخير معا اللي داروا فيكم الخير اش من أجر عندكم حتى المظنبين يعملوا هكذا يا لطيف مسها اتكلم حشوما بعيب لا احبوا عديانكم اعملوا فيهم الخير سلفولهم ومتسنى وشيرجعو لكم ويكون أجركم عظيم وتكونوا أولاد سدي ربي وهو ينعم على الشكرين والأشرار كونوا رحمة كيف ما هو في السماء رحيم نجينا يا سيدنا عيسى ما تحاسبوا حد وما يحاسبكم حد ما تحكموا على حد وما يحكم عليكم حد سامحوا ليهم وراهم يسامحوا لكم يا سيدنا عيسى عاوننا اعطيوا ربي رجعلكم لان بالكيل اللي تكيلوا بيه يكيلوا ليكم ما يمكنش اعمى يوري طريق الاعمى اخر اثنين رحين يتيحوا في الحفرة ولاش تشوف التبناء اللي في عند خوك وما تشوفش الخشبة اللي في عندك انت علمنا يا سيدي احنا محتاجين لك سعدات اللوم اللي حملاتك وردعاتك لكن سعدات الناس اللي يسمعوا كلام الله يعملوا به شكون هذا الرجل واش يمكن يكون هو النسيح وعرض سمعان شيخ المجمع على سيدنا عيسى بش ياكل عندو هيا ياولاد سيروا بحالكم ما سمعتونيش يلا سيروا هذا غير درياري دريفين يلا الطيف هل اجدت هذه انا يا وانيش عارف واش تعمل لو كان هذا النبي لكان يعرفش كل المرأة اللي كتمسو مرأة زانية وشريرة انا نعرف هذي المرأة يا سمعاني لكن اسمع لي واحد الراجل سلف فلوسه لزوز رجال للواحد سلف خمسمائة ريال وللاخر خمسين لكن الاثنين ما قدروش يرجعوا لفلوسه لهذا سمحهم شكون منهم يحبوا اكثر انظن اللي يسامحوا في الكفير عنك الحق شوف هذي المرأة انا دخلت لدارك ومعتني اتنيش الماء باش نغسل الرجلية ما هي راها غسلت الرجلية بدموحها ومسحتهم بشعر راسها انت مسلمتش عليا لكن هي ملي دخلت راهي تبوس في رجلية انت مدهنتش راسي بالزيت لكن هي حطرت رجلية بالريحة نقول لك الحق مغفورة ذنوبها الكثيرة لانها حبت كثير اللي يتغفر له قليل يحب قليل مغفورة ذنوبك يا بنت مغفورة ذنوبك يا بنت ايمانك نجاك روحي في سلام اه 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 موسيقى موسيقى وبعد هادم شاسيد ناعيص يجول في كل مدينة وقرية ويبشر بملكوت الله وكانوا معها رسل اثنى عشر وبعد النساء اللي اشفاه هم من جنون مريمه المجد theater موسيقى لكن الملك هيرودوس دخل يحيى ابن زكريا في السجن لان يحيى قال له ما عندكش الحق تتزوج بمرأة خوك وهو مازل حي قل لي لما وصلنا لمدينة اثنين شفنا جمعت الناس هذين ميت باش يدفنو وكان هو الوحيد لمرأة الجالة ولما شافهم سيدنا عيسى حنقلبوا عليهم ونزع الكفل وقال الميت يا شاب نوت ونهات الشاب ورجع لامو سير وسقسيه وقلوا واش انتا هو اللي تنبع عليه حيا اولا انتناوشي واحد اخور اللي عادي جي اشتركوا في القناة يا سيدي يا سيدي برسن يا يحيا اللي عندك قحل واش نتا اللي جاي او نتدرو وحد اخر ارجع وخبرو يحيا باللي شفتو وسمعتو العميان يشوفو المشلولين يمشيو سعداتو اللي ايمانو ثابت فيا يا بابا هس اطلع فوق كتافي وحد الفلاح خرج يزرع في حقلو لكن بعض الحبوب سقطت في الطريق وعفسوا عليها الناس وثلاثها الطيور والبعض منها تاح الحجر بعد ما نبدت كلها حرقتها الشمس الحرع والبعض منها تاح في وسط الشو ونبدت معاها الشو واخنقها اما اللي بقاها طح في ارض مليحة ولما نبدت هذه الزرع جاب غلة كثيرة يا سيدي علاش تتكلم بالامثال الصعيبة قدام الناس اسرار ملكوت الله مكشوفة لكم اما الاخرين تكلم معاهم بامثال حتي يكونوا نظرين وما يشوفوا يسمعوا ما يفهموا هذا هو معنى المثل الزرع هو كلام الله واللي على الطريق هم ليسمعوا ومن بعد يجي ابليس ويخطف الكلام من قلوبهم باش ما يامنوا وينجاو واللي على حجر هم اللي حين يسمعوا يقبلوا الكلام بالفرحة لكن ما عندهمش أصل يامنوا مدة قليلة في وقت التجربة يرتدوا والحبوب اللي تاحت في وسط الشوك هم اللي يسمعوا يمشيوا يتخنقوا بهموم الدنيا وشهواتها وما يعطيوش حتي غلة واللي تاحت في الأرض المليحة هم اللي يسمعوا كلام الله ويحفظوه في قلب صافي ويعطيو الغلة في حياتهم حتي واحد ما يشعل النور ويغطيه لكن يحطوا في مكان مرتفع باش اللي يدخلوا يشوفوا النور كل اللي كان مخبي يظهر واللي كان مكتوم يتعرف ويبان ردوا بالكم كيفاش تسمعوا اللي عنده يزدادلو واللي ما عندوش حتي اللي يظن عنده يتنحالو يا سيدي كوخوة كرا هم وقفين برا يحبوا يشوفوك امي وخوتي هم ليسمعوا كلام الله ويطيعوه واحد نهار اركب سيتنا عيسى في فلوكا مع الرسل الاثنى عشر وقال لهم يلا نقطعو الجهة الاخرى وبدأت الفلوكا تتقدى في البحر ونعسي سيتنا عيسى اشتركوا في القناة ما شدينا ريدنا يا سيد في cars Home صحينا عيسى عصيبة قوية المحرهاش ما شدينا يا سيدي comentبصنا من البوت ترجمة نانسي قنقر وقتعوا البحر ووصلوا لبلاد الجراسين اللي هي مقابلة البلاد الجليل يا عيسى اش بيني وبينك يا ابن الله العلي نطلب منك ما تعد منيش واش اسمك احنا جماعة نطلب منك ما تعميناش في هذا الهوية خلينا ندخلوا في هذا الخنزير وهكذا خرجوا الجنون من هذا الراجل ارجعوا ودخلوا في الخنزير بعد علينا خلينا يا سحار بعد علينا روح لبلادك امشي روح نحب انتبعك يا سيدي خليني نمشي معاك ارجع لهلك خبرهم بالي عمل الله فيك شكرا 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 يا سيدي قلنا سيمشيوا القران بجوراي يباتوا فيها والقوم يأكلوا لان هذا المكان ما فيه احتحاجة اعطيهم انتم ما يأكلوا ما كان عندنا غير خمس خبزات وزوج حوتات لحمدك يا رب العالمين القادر على كل شيء اللي يعتدنا الخبز من الارض اشوف 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 سبحان الله ترجمة نانسي قنقر الخ друзوارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت هو المسيح ما تخبروا حتى واحد لازم على ابن الانسان يتعذب كثير ومن بعد يتقتل لكن في اليوم الثالث يرجع للحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل يوم على خاطري اللي يحب يحافظ على حياته يخسرها واللي يخسر حياته من اجل انا راه يربحها اش من فايدة اذا يربح لانسان الدنيا كلها وخسر نفسه اللي مايرضاش بيه وبكلامي ابن الانسان مايرضاش بيه لما يرجع في مجده في مجد الاب السماوي ومليكاته الحق نقول لكم البعث منكم مايموتوا حتى يشوفوا عظامة ملكوت الله ومن بعد خاد سيدنا عيسى معاه يوحنة ويعقوب وبوترس وطلعوا للجبل باش يصليوا وفيما هو يصليت بالدلات صفت وجهه والباسه ولا بيض يلمع ومن بعد ظهر زوج لانبيا القدام وتكلموا معاه وهما سيدنا موسى وسيدنا الياس وكان ضير عليهم مجد السماوي اللي كتبوه عليك الانبيا يتحقق غادي تموت في مدينة القدس في الوقت اللي تفرقوا مع الانبيا قال بوترس يسوع ونزلت صحابه وغطاتهم اللي كان بوترس يتكلم وخاف بوترس وصحابه وكانوا يسمعوا صوت يقول من سما هذا ابن العزيز اللي اخترته سمعوا ليه موسيقى 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 يا سيدي على جاه ربي يشوف حالة ولدي ما عنديش غيره طلبت من اتباعك باش يخرجوا الجن منه ما قدروش عليه يا الجيل بلا ايمان ومعكسين مش حال نزيد نبقى معاك ونتحملكم روح جيب ولدك موسيقى 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 راح براح حتى وجهه صفاق عجب موسيقى علمنا انسلو كما النابي يحيى علم اتباعه وقت اتصليوا وقولوا هكذا يا ابونا اللي في السماء يتقدس اسمك يجي ملكوتك يكون ارادتك في الارض كما في السماء عطينا الخبز اللي يكفينا كل يوم اغفر لنا ذنوبنا كيف ما نغفر للي يظلمونا نجينا من التجربة واحفظنا من ابليس اطلبوا يتعتاليكم فتشوا راكم تلقاو دقوا على الباب بيفتح لكم لان كل من يطلب يوجد واللي يفتش راه يلقى واللي يدق على الباب براه يتفتح له ها 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 شكون الاب منكم اللي يعطي الولد وحناش وقت يطلب حوتا ولا يعطيه هقرب في مكان بيضاء لو قدرتو انتم الاشرار تعطيه حاجات يمليحها لولادكم كيفاش الاب اللي في اسماه ما يعطيش الروح القدس للي يطلبوا منه يقول لكم ما تحيروش على حياتكم اش غادي تاكلوا وما تخموش على السادكم اش غادي تلبسوا لان الحياة احسن من الطعام والجسد افضل من اللباس شوفوا الطيور ما يزرعوا وما يحزدوا وما عندهم مطمورة ولا مخزن والله يعيشهم قداش انتم افضل من الطيور شكون منكم من اللي بهمومو يزيد دقيقة في حياتو اذا مقدرتوش على الامور الصغيرة علاش يخموه في الباقي شوفوا النوار ما يخدم ما يغزل ونقول لكم حتى الملك سليمان في مجده ما لبسش كيفهم اذا كان الله يكسي العشب اللي في الاخلاء واللي غضوة يبيترماها في النار كيفاش ما يهتمش بكم انتم يا قلال الايمان يا سيدي قوي ايماننا لو كان ايمانكم قد حبت الخردل تقولوا لهذه الشجرة قلعي من هنا وتغرسي في البحر كانت تقيكم ترجمة نانسي قنقر كين ديما تجارب توصل الذنوب لكن الويلة اللي تسبب فيها اللي عثر صغار في الذنوب خير ليه تتعلق في رقبته حجرة رحا يرميوه في البحر باش نشبه ملاكوت السماوات كيف حبت الخردل زرحا واحد الراجل في جنان ديالو نبتت وصارت شجرة كبيرة وجاوا طيور وسكنوا في غسانها أنا ما فهمش كلام هات الصيد هاد علاش كتاب كلي وتشرب مع أولاد الحرام وهذا الفاسدات المرضى هم اللي يحتاجوا لطبيب ماشي صحاح أنا ما جيتش نبحث على الأطقية باش يتوبوا لكن للمغنبين ما تخافش يا القطيع الصغير إن الله أبوكم حب يعطيكم الملكوت بيعوا كل ما عندكم وصدقوا على الفقراء أجمعوا لكم الكنز اللي ما تضيعش قيمته في الآخرة الكنز اللي ما انتهيش ما يقدر ولا سارق يوصل ليه ولا دودة تسوسوا لأن فين يكون كنزكم يكون قلبكم يا مرأة أنت بريتي من مرضك شوفو شوفو بي برأة هدي مرأة لأيدي شفير مرأة 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 هالجيتان 18 سنة مش معقول مش فيها يوم السب موسيقى يا سيدنا صالح واش لازم نعمل باش نربح الجناة علاش تسميني صالح ما كان حتى واحد صالح الى الله وحده انت تعرف شريعة ما تزنيش ما تقتلش ما تسرقش ما تشئد بزور احترم ممك وابوك يا سيدي انا دائما دير كل هذا الامور من صغري ما زال نقصك حاجة واحدة بيع كل ما عندك واعطيه للفقرة يكون عندك كنز في الاخرة من بعد ايجا واتبعني لكن احنا تجار واغنياء صعيب كثير على الاغنياء باش يدخلوا ملكوت الله كيف ما هو صعيب ايضا على جمال كبير ولا صغير باش يدخلوا يخرج من عين لبرع باش كون يقدر يدخل الجنة المستحيل على الناس سهل عند الله لكن فين موجود ملكوت الله ملكوت الله ملكوت الله ما يجيش ظاهر لا واحد ما يقدر يقول ها هو هنا ولا لهيه لان ملكوت الله هو حاضر معاكم ويجي واحد الوقت اللي تتمنى وفيه تشوفوا ابن الانسان لكن ما تشوفوهش كيفما البرق يلمع ويضوي كل اسماه هكذا يكون ظهور ابن الانسان يوم رجوعه لكن لازموا يتألم ويترفض من هذا الجيل موسيقى حتى لو زالت اسماه الارض حرف واحد او نقطة من الشريعة متزولش كثير من الانبياء والملوك تمنوا يشوفوا اللي انتم تشوفوا ما شفووش ويسمعوا اللي سمعتوه وما سمعوش اشنا عملوه واش مكتوب في الشريعة كيفاش تفهمها تحب الرب الهك كل قلبك كل نفسك كل قوتك كل عقلك تحب قريبك كما نفسك معقول اعمل هكذا وتعيش شكون هو قريبي ماشي هذا الجيش هذا وقيسر كان راجل هابط من القدس الى اريحة عرضوا له قطاع ترق عراوه وجرحوه ومشاو خلاوه مرمي على طريق بين حي وميل كان واحد الكاهن ماشي فاذاك الطريق وشاف ذاك الراجل كمل طريقه وخلاه بعد مر عليه شيخ المجمع وشافه ومهتمش به وكمل طريقه لكن واحد السامري براني محكور عند اليهود كان مسافر من تم وشاف الراجل المتروح على الارض شفق وحن عليه وقرب بانه وكمد له جروحه بالزيت ودواه ومن بعد ركبه وعلى حماره وداه لدار المسافرين وطهله فيه خلص له مولى البيت وقال له اعتني بيه ومن الي نرجع ندفع عليك الي ثرفت عليه شكون من هاذ الرجال الثلاثة نسميوهم قريب ذاك الراجل المجروح الي عمل فيه الخير انتم ها 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 عملوا كيفو اه خليوا الاطفال الي جيوا لي وما تمنعوهمش لان الملكوت يكون للي يشبهوهم الحق نقول لكم الي ما يقبل ملكوت الله مثل التفل الصغير ما يدخلوش الي يقبل طفل صغير من اجلي يقبلني واللي يقبلني يقبل الله الي يرسلني على خاطر صغير فيكم هو الكبير موسيقى 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 سيدنا عيسى يا سيدنا عيسى يا ابن داود يا معلم ارحمني ماش تحب نعملك افتح عينية يلا شوف ها هو يمان كشفك وليت نشوف راني نشوف راني نشوف راني نشوف اه 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 راني نشوف راني نشوف راني نشوف راني نشوف راني نشوف و لما كان سيدنا عيسى في طريقه للقدس تبعوه ناز كتار و اطلبوا منه بشهديهم للطريق المستقيم و يقربهم من ملكوت الله راني نشوف 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 سيدنا عيسى تبارك الله راني نشوف راني نشوف راني نحن ريس راني نشوف راوت رياه سبنا مرحل ليشأل كلوس للناس هنأل مستحيلها اليوم تخلي الخلاط في هذا الدار الخاطر هو ايضا من سلالة ابن ابراهيم لان ابن الانسان جاي نجي المهلوك ويخلصوه اسمعو لازم نرجع للقدس باش يتم اللي يكتبوه الانبياء على ابن الانسان سلموه للكفار يستهزقوا به ويضربوه ويدفلوا عليه ومن بعد يقتلوه وفي اليوم الثالث راح يقوم وبالرغم ان المسيح كان عالم موته من اجل ذنوب الناس امشى القدس كتير من الناس فرحوا به واستقبلوه استقبال ملكي ترجمة نانسي قنقر يا معلم قلت على عميدك يسكتو نقول لكم حتى ولو سكتو لحجر غاض ينطق بالفرحة سلام سلام البشر الكرامة سلام المشر الكرامة لو عرفتي قاش هي الطريق لسلامتك لكن الان هو مخفي على عينيك جي ايام ويدرو بيك عديانك ويدقوا عليك ويحسروك من كل جاه وناحية ويهدموا حيوتك كلها انت وولادك فيك ما يتركوا فيك حجر على حجرها لانك ما اعترفتش باليوم اللي زارك فيه المسيح موسيقى ثار معبد بيت القدس مكان للتجارة في عوض الثلاث والعبادة so 10 11 12 14 15 16 17 19 20 20 21 22 23 24 بيتي هي بيت صلاة وانتو مجعلتوها مكان لسراق شدوا شدوا اضيعنا عيدوا عن فراس عيدوا عن فراس بسمعت باللي الناس كثار يعتبرو كماليك مالك هوم مالك السراقين والشحادين جاوا من قبلوا الناس وادعاوا ونفوسهم واليوم تنساوا ماتغرش نفسك شورة ديالو را تزيد كل يوم والشعب مستعجب بيه مكان هو المالك السمعولية مليح اذا زادت الفوضة مر اخرى في المدينة انتم اللي تخلصوا يمكن عنده الحق لازم نقابله هاد الراجل الجليلي قد ما حكم يسوع على نفاق حزب المذنبين قد ما زادت الشهرا انتاعه وزاد معاها عداوت هاد الحزب ليه وشاف سيدنا عيسى في المعمد ابره الجالة فقيرة اعطات صداقة قليلة هاد الشي قليل واش هذا اللي اعطاتهم قول لكم هذي الهجالة الفقيرة اعطيت اكثر من الاخرين لانهم اعطاوا من الزيت انتاحهم لكن هي فقيرة ومحتاجة اعطات كل ما عندها قل لنا باي قدرة تعمل هاد الاشياء يا راجل شكل اعطاك هاد القدرة وانا نطرى عليكم سؤال تغتيس الطوبة اللي يعملها يحيى ابن زكريا من الله ولا من الناس كيفاش نجوبوه ده قلنا لو من عند الله يقول لنا علاش ما تهمنوش بيحيى ماذا قلنا من عند الناس بس جميع الناس يرجمونا لانهم تقنين بان يحيى نابي من عند الله احنا ما كان عارفوش من ينجا حتى انا من قول لكم باي قدرة نعمل هذا الشيء كان وحد الراجل غرس جنان داليا خلاه للخمسين وغاب لمدة طويلة لكن لما طاب العنب بعث الخدام تعو باش يعطيوها حقه من الغلة لكن الخمسين ضربوه ورجعوا يديه فرغين ورسلوا واحد اخر لكن الخمسين ضربوه وبهدلوا بيه ورجعوه المرة الثانية يديه فرغة وزاد بعث ليهم خادم ثالث لكن ضربوه وجرحوه وطيشوه البرا وقال الراجل في نفسه مش نعمل نبعث ليهم ولدي العزيز عليا اذا شافوه يحترموه لكن لما شافوه تشاوروا عليه وقالوا هذا هو الورث اجيوا نقتلوه باش يبقى لنا الورث كمل يا سيدي خرجوه البرا وعذبوه قتلوه اش تقولوا انتوما غادي يدير لهم ولجنان يجيوا يهلك ذوك الخداعين ويعطي جنان وللاخرين والان قولوا لي يا ناس اش تعني لكم انتوما هذه النبوه حجر اللي رفضوها البناية هي ولاة الثاس كل من يتح عليها يتهرس واللي اتح عليها هذيك الحجرة يتهرس ويتسحق يا سيدي نعرف انك بصواب تتكلم وتعلم ما تعملش الوجهيات لكن انت تعلم من طريق الله بالحق قولي واش حلال علينا نخلص الضريبة للقيصر ولا لا لابدبالك لا يجرب فيك وريني دينار لمن السور على هذا الدنار لقيصر اللي هو لقيصر اعطيوه لقيصر واللي هو لله اعطيوه لله وقرب عيد الفصح اللي ذكر بنجاة بني اسرائيل من الفرعون وفي هذا العيد كانوا يأكلوا الخبز بالاخميرة ورسل سيدنا عيسى سمعان بطرس ويوحنى باش يشريوا اللازم ويحضروا عشاء الفصح شحال تمنيت نوكل معاكم هذا العشاء قبل ما نتألم قل لكم ما نعودش نوكل منه حتى يتم معناه في ملكوت الله مبارك اسمك يا رب اله العالمين اللي يخرج الخيرات من الارض مبارك اسمك يا رب اله العالمين مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك هذا جديد بن بني اللسال من اجلكم ولكن يدن سلمني هه معاى على الميدا نعم ابن الانسان يموت كيف ما قرر الله لكن الويل الانسان اللي يقولني مستحيل هذا مو حال ما يمكنش كل ناس دي شكل يخونك كون الكبير فيكم بحال الصغير والسيد بحال الخادم شكون هو الكبير ليتكى ولا ليوكل ولا ليخدم ليتكى ويوكل لكن انا بينكم بحال الخادم انتم اللي صبرتم معايا في محايني لهذا نخلي لكم الملكوت كيف ما خلاه ليبويا باش تكلوا وتشربوا معايا في ملكوتي وتقعدوا على الكراسي وتحكموا على قبيل بني اسرائيل ما كنش تخين هنا سمعان يا سمعان سمعلي شيطان بغايا يغربلكم بحال الفلاح كيف يفرق بين القمح وتبن لكني طلبت الله باش ما يتزعزع ايمانك وماللي ترجعلي تقوي ايمان خوتك يا سيدي انا مساعد باش نمشي معك للحبس ونموت معا قل لك يا بطرس قبل ما يسيح اديك هذا اليوم تنكرني ثلاثة مرات وتقول ما تعرفنيش وقت رسلتكم بلا فلوس وبلا زاد انقصكم شي لا ولو ابدا لكن الان اللي عنده فلوس يخذها معاه واللي ما عندوش يبيح ويجي وروح يشري خنجر قل لكم لازم يتم كلام النبي اشعيا اللي قال صار محسوب مع المجرمين واللي قالوا علي لازم يتم يا سيدي ها هوا مزوش خناجر يكفي واجتامع مجل الشيوخ باش يشوفوا كيفاش يقضيوا على سيدنا عيسى ودخل الشيطان في يهود الاسخريوتي اللي كان من تلاميذ الاثنعشر صليوا باش ميغلبكم مش الشيطان ومشى يهود عند الشيوخ باش يسلم لهم سيدنا عيسى وعطوه الفلوس ومشى سيدنا عيسى الجبل زيتون باش يصلي وهو عارف ان ساعة موته من اجل دنوب البشر قربات يا بوي اذا حبيتي بعد علي هذا العذاب لكن مش اراثي اللي تكون تكون اراثك انت وادهر له ملاك من السماء باش قوية وبدالعرق يقطر من جبين وبحر قطرة الدم تسقط على الارض ترجمة نانسي قنقر صليوا باش ميغلبكمش الشيطان علاش انتم نحسين صليوا باش ميغلبكمش الشيطان يهوذا واش ببوسة تخذ عبن الانسان تيدي واش نضربه بالخنجر احاك موف خليوا هذه معجزة خرجت بالسيوف والهراوه بحالي تبعين سراق انا كنت معاكم كل يوم في المجمع وما مديتوش علي يديكم لكن هذه الساعة عليكم السلطة الظلمات احاك موف خليوا احاك موف خليوا احسوا عليهم وداه العسكر وبدويت مصر عليهم ها هو برنوس الملك باك نبق واش يقع علينا ماش بغايت نجينا يا ساحب الجلالة انا شفت هذا الراجل مع المسيح لا ما كنعرفوش انا شفته معاه موسيقى احنا اخد دامك متواضعين يا سيدي واش شعورك بعض القيمة اللي اعطينا لك انت واحد منهم لا هذا الراجل الكاتب على المسيح حتى هو من الجليل ايا خلينا يا اخويا انا ما عارس كشة تقول يا ربي انت وسل لك يا رب رحمني حسب رحمتك يا رب وحسب كترة عدمتك يا رب محو معه سيط يا رب انت هل يغفرتي لجدودنا ملي عصاوك ونسيتي كل معاسي يا رب انت هل لي يغفرتي اليوم ومن اجل عهدك ما غطرتيش على اليوم يا رب يا رب اعمل لي تحب يا رب انشكرك يا رب شكر قيالك قلنا شكون دربت نبع شكون غادي يدربك احبسو قلت احبسو جيبوه خدم المجلس يلا نوت اجتمع مجل الشيوخ باش يحاكموا سيدنا عيسى قل لنا واش انت هو المسيح إذا جاوبتكم ما غاديش تصدقوني وإذا سئلتكم سؤال ما غاديش تجاوبوني من هذا اليوم يكون ابن الإنسان جالس على يمين عرش الله القدير كتعني أنك ابن الله كي مراكم تقولو أجل الله كافر كوني عفاقها السلطان كافر هذا كوني يقولوا وقاعدني يقولين خلاص معنا كل شي نفمو مغصنا شاهد أديوه للبيلاطس يلا وجاوب يقدام بيلاطس البنطي وكان هذا الحاكم من أشر الحكم الروم لأنه صلب آلاف الناس أليش جاي ينسبحوا علي قلت دف بلاد جليل وهو جل هنا في الجليلي هذا الرجل جليلي إذن في هذا الحلق لازم الملك هيرودوس يتكلف به رأوا باقي في القوت أديوه الهيرودوس وش تحسب نفسك شكون هذوك اللي تسميهم تلامدك سمعت أنا كتعمل المعجزات وريني شي معجزة خاسيدي راه يفسد في كل الشعب ويداعي راسه ملك ملك هذا ملك ها 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 يا صاحيب الجلالة قد ملوا التحية جيوه البيلاتوس هذي ولايته يا صاحيب الجلالة اللون اشعي جيد هذا الرجل ما عمل حتى حاجز حق عليها الموت إذن يكفي جلده ونطلقوا يصرحوا العادة ما نطلق لنا مسجون كل مناسبة سعيد نطلق لنا براباس وخود هذا الإنسان براباس تمرو على الخشبة تمرو جلده جلده واشكت يا فلاتوس جلده 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 لا لا إله المسيح جلده جلده أنا داروان بخر ارجع الوراء ابعد منه بعد عليه ابعد 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 اسمي اسمعان قيرواني يلا زي دعاوني ابخطوا الخبال هيا يمشي بخر بخر قريبا ابحاني بخطات مجرد انت محن نحن نبكي عليك يا ابن يا سيدي اشرب 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 يا سيدي ابنة القدس ما تبكيوش عليها كيو على نفسكم وعلى أولادكم خاطر اذا كان بالعود اطرهي عملوا هذا الشي اشيكون بالعود ليهبس الله يكون في عاونك هذا ظلم يا سيدي رحنا معاك حرك يلا زيد اطره 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 يلا اطره 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 اشتركوا في القناة 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 يا أبويا بينيديك سلم روحي وقال العسكر من اللي شاف اللي وقع مجد الله وقال بالحق هذا الرجل كان إنسان بار وصالح وكان واحد الرجل من مجلس الشيوخ اليهودي اسمه يوسف رجل معقول وهو ما كانش موافق على عميلهم ورأيهم ومشا عن بلاطوس باش ياخد جسد سيدنا عيسى ويدفنه قبل غروب الشمس قبل ما يبدى يوم السبت ليهو يوم الراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اسمح لينا احنا تابعين لجنازة سيدنا عيسى مرحبا بكم ماك حين بس لكن الان لازم نمشي قبل ما يبدأ يوم الرحا نهار الاحد في الفجر رجعوا للقبر وشابوا معاهم العطور والريحة اللي وجدوها تقاو الحزرة محيدة من مكانها ومن اللي دخلو ما لقاوش جسد سيدنا عيسى موسيقى 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 عَلَاشْتُوا عَلَحِي بِالْمُوتَرِ وما كينش هنا يا راه قام تفكروه اشقى لكم اللي كان في الجليل ان ايبن انسان لازم يتسلم بين يدي المذنبين ويصلبوه لكن يقوم في اليوم الثالث موسيقى كانوا يلمعوا بحال السمش قالوا لينا علش تبحتوا على الحي بين الموتى هذا حق هذه هي الحقيقة شفناهم سيروا شوفوا قبر فارغ يا بوترس لازم تصدقنا فارغ من يهتم من يهتم سالشهر المقاط المستقر وظهر المسيح للزوج من تلاميد ورجعو حيرين لعند التلاميد الأخرين سمعوني الله يخليكم المسيح ظهر البطرس ما عرفناه ش مني كان معانا في الطريق من لي قسم الخبز عرفناه حموز وعلاش مشلت ما السلام عليكم علاش راكم دهشين وعلاش تخلي شكل قلوبكم شوفوا يدي ورجلي لأني أنا هو مسوني وشوفوا لأن الروح ما عنده لا الحم ولا عظم كما تشوفوا هذا هو الكلام اللي كلمتكم به قبل من موت لأنه لازم يتم كل ما تنبؤوا به علي الأنبياء في التوراة والزابور لأنهم قالوا المسيح لازموا يتعذب يموتوا في اليوم الثالث يقوم وباسمه يكون تبشير بالتوبة وغفران الظنوب لكل الشعوب ويبدو من القدس وأنتم شهودة على هذا الشيء أنا ماشي نرسل لكم الروح القدس اللي يعد بهبويا لهذا بقوا هنا حتى تنزل عليكم قوة الروح القدس اشتركوا في القدس ويبارككم ويحفظكم أنا تعطط لي كل سلطة في السماء وعلى الأرض سيروا عند الناس في جميع الأمم وغدسوهم بسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم يعملوا بكل ما وسيتكم به وأنا معاكم كل الأيام حتى آخر الزمان آمين الأقبر اللي يتحط فيه جسد سيدنا عيسى فارغ لأنه بعد الثلاث أيام من موته قام من بين الموتى وهو حي اليوم ويحب يدخل في قلبك لأنه بنفسه قال أنا هو القيامة والحياة اليام البي يعيش لو مات مضات الفين سنة على قيامة يسوع المسيح وبقي شخصيته اليومنا هذا أعظم وأقوى شخصية في العالم الناس العظماء والفلاسفة والملوك والحكام ورجال الدين عاشوا وماتوا حتى هما لكن المسيح هو حي اليوم وحتى واحد ما يقدرش يكون بحاله ولادة المسيح ملهاش متيل الكتاب المقدس يقول لنا أنه تولد من العذرة اسمها مريم وحياة ملهاش متيل تميزات بحاجة خارقة للعادة عاش حياة مقدسة خالية من أي خطية واصنع معجزات حتى واحد ما تمكن يصنع بحالها تعليم مليش متيل فهو تعليم المحبة والغفران والحياة الجديدة لكل من يآمن به ويفتح قلبه ليه ويقبله كمخلص في حياته فين ما يتنشر هذا التعليم ديالو تدخل الحياة الجديدة والأمل الجديد والقصد الجديد في قلوب اللي قبلوه وحتى موته مليش متيل الفين سنة من قبل الله خلق سماوات والأرض بعت المسيح بشموت على ذنوب البشر رهمت من أجلك أنت وقعت حاجات عجيبة في التاريخ تلتيام بعد موته على الصليب قام المسيح من الموت إن مولد المسيح وحياته وموته وقيامته كلها تتبت على أن المسيح هو في الحقيقة قدوس الله ومخلص العالم كيف ما قال لنفسه المسيح هذا هو حي اليوم وهو يحب يدخل في قلبك ويغفر لك دنوبك ويعطيك القوة باش تعيش الحياة الفضلة اسمع ليه يقول لك جاءوا عندي يجميع التعبين والمثقلين بالأحمال وأنا نريحكم أنا هو الطريق المستقيم والحق والحياة حتى واحد ما يقدر يوصل لله الآب إلا بيه يخبرنا الكتاب المقدس أن جميع البشر ذنبوا وصبحوا محرومين من مجد الله لأن عجرة الخطيئة هي الموت أما هدية الله هي الحياة الديمة بالمسيح يسوع سيدنا من لي مت دفع سيدنا المسيح من أجلك ثمن نوبك وهو الآن مستعد في هاد ساعة باش يدخل في قلبك الآن نراني واقف أمام باب قلبك وندق إذا سمعت صوتي وفتحت قلبك لي ندخل فيه أنت محتاج باش تعيش محبة الله وغفرانه وباش تحصل على الحياة الديمة لازم تقبل ضحية المسيح باش يغفر ليك الله ضنوبك وخصك تطلب منه بالإيمان باش يدخل في حياتك إلا كانت هذه أمنيات قلبك يمكن ليك تصلي بالله بالإيمان ويدخل المسيح في حياتك كيف موعد اسمح هذه الصلاة يا رب أنا محتاج للسيد المسيح في حياتي نشكرك على موت سيدنا عيسى من أجل دنوبي أنا كان أعتارف لك بدنوبي ونتوب عليها والآن بالروح القدوس أدخل في قلبي وبالمسيح شفع فيها واجعل من الإنسان اللي بغيتين نكون اللهم آمين إلا كانت هذه الصلاة كتعبر لأمنيات قلبك صليها لله فين ما كنت الآن صلي في قلبك وعاودها الصلاة من بعدي وقول يا سيد يا ربي أنا محتاج للسيد المسيح في حياتي نشكرك على موت سيدنا عيسى من أجل دنوبي أنا كان أعتارف لك بدنوبي ونتوب عليها والآن يا سيد يا ربي بالروح القدوس ادخل في قلبي وبالمسيح شفع فيها واجعل من الإنسان اللي بغيتين نكون اللهم آمين والآن بعد ما صليت هذه الصلاة بالإيمان وخليت المسيح يدخل في قلبك كن متيقن بأن الروح القدوس ادخل في قلبك لأن هذا وعد الله لقبلتي يمكنك تكون متيقن بأن جنوبك تغفرت وصبحت في يد الله وعندك الحياة الديمة إلا كنت مشتاق باش تعيش هاد الحياة الفضلة اللي وعد بيها سيدنا المسيح تكلم معاه كل يوم بالصلاة واكتشف الحياة الرائعة اللي بغاك تعيشها بقرايتك للإنجيل المقدس واجتمع مع الناس اللي آمنوا بسيدنا عيسى المسيح وتبعوا طريقه والذكر بأن سيدنا المسيح قال أنا من هملك ومن تخلى عليك وهنا معاكم كل الأيام حتى آخر اسمان اشتركوا في القناة